بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدي حبيب الله محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي هذا شهر مبارك شهر للطاعة والتقرب إلى الله وهو في نفس الوقت شهر للجدي والاجتهاد والجهاد هو ليس شهر كسل ولا نوم ولا خمول بعض الناس مع الأسف يتصورون أن شهر رمضان بسبب الصيام حرص نحن نقضي كل نوم وكسل وخمول وبعد الإفطار برضو ندخل في طور كسل كمان بعد الأكل وهكذا بمر شهر إحنا أخرجنا مع الأسف البعض أنا لا أقول الجميع البعض يمكن أن يكون قد أخرجه عن حقيقته عن طبيعته كيف كان هذا الشهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة أصحابي هل كان شهر كسل هل كان شهر نوم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي رمضان في الدعة والهدوء والتكاسل والخمول حاشاه صلى الله عليه وسلم تعالوا نتأمل طوال حياة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع رمضان مع الصيام في رمضان وبالمناسبة فرض الصيام بدأ في السنة الثانية للهجرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالصيام والله عز وجل أمر المسلمين بالصيام عندما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام في السنة الثانية للهجرة بعد خمسة عشر سنة من نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب فرض الله الصيام على المسلمين وصاموا لكن هل صيامهم جعلهم كسالة خاملين تعالوا نشوف كيف حياتهم يكفي أن تعرف أيها الأخ أيتها الأخت يخفي أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان خاض معركة بدر الكبرى بدر التي وصفها القرآن الكريم بأنها يوم الفرقان يوم الفرقان كما قال الله يوم الفرقان يوم التقى الجمعان طيب غزوة بدر حرب وصقط شهداء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 14 شهيد فقد المسلمون في غزوة بدر كانت في اليوم السابع عشر من شهر رمضان ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم لما انتدب المسلمين للخروج ودعاهم للخروج إلى ملاقات قافلة الكفار قافلة قريش ما قالوش للصحابة يعني يا رسول الله دنيا الصيام وحر وين نروح وين كذا طيب خليها لبعد رمضان ما قالوا هذا الكلام ولا النبي صلى الله عليه وسلم اتعامل مع رمضان على أنه شهر قعود وكسل ونوم في السابع عشر من رمضان خرج إلى بدر وكانت معركة بدر الكبرى التي وصفها الله عز وجل بيوم الفرقان وفيها انتصر المسلمون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة متى كان هذا النصر كان في شهر رمضان كمان في شهر رمضان من العام الثامن للهجرة فتح النبي والمسلمون مكة المكرمة حرروا مكة المكرمة من سلطان الجاهلية لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفكر عندما قرر الخروج لتحرير مكة و لفتح مكة لم يفكر في أنه دينا رمضان و الناس صيمين طب خليها بعد رمضان بيكون الوقت أوسع أبدا خرج و فتح مكة في العاشر من رمضان أيضا في شهر رمضان أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في سرية مع طبعا مش لحاله مع مجموعة من الصحابة ليهدم ما كان يعرف في الجاهلية باسم بيت العزة بيت العزة البيت الذي كانت يوجد فيه صنم العزة أرسله في رمضان لهدم هذا البيت يعني جهاد فيها سفر فيها مشقة ما قال برضو خالد بن الوليد يا رسول الله خليها لبعد رمضان رمضان ضيله خمسة أيام ست أيام وبيخلص بعد رمضان من روح أبدا تلقى الأمر للتنفيذ مباشرة برضو في رمضان إذن ما كانش رمضان شهر كسل كان شهر جد واجتهاد وكان النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان يصلي في رمضان ويقوم في رمضان ما لا يقوم في غيره كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل وأيقظ أهله وشد المعزر وجد واجتهد ما كانش قضيها في الليل في المسلسلات والنهار في النوم كان رمضان بالنسبة له صلى الله عليه وسلم وهكذا يجب أن يكون بالنسبة لنا أيضا شهر الجد والاجتهاد والله عز وجل يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم الله عز وجل يريدنا أن نعمل أن نعمر أن نجتهد أن نكون إيجابيين الإسلام يعلمنا الإيجابية يعلمنا العطاء يعلمنا حسن الأداء وحسن العمل ويرفض التكاسل حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل لأن الكسل محبط للهمم ومضيع للفرص كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غنبة الدين وقهر الرجال إذن الاستعاذة بالله من الكسل من العجز من القعود كيف يمكن أن نبني الحياة ونؤسس للإسلام إذا كنا كسالة لا قدر الله رمضان ليس شهر كسل ولكنه شهر عمل وشهر جد وشهر اجتهاد كما كان أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم شهر جهاد وفتح وانتصار نسأل الله أن يمكننا من الخير في رمضان وفي غير رمضان وأن يجعل رمضان مرقاة لنا في درجات السعادة في الدنيا وفي الآخرة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة